ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وفقرتنا النهاردة هنتكلم فيها عن النخاع الشوكي ايه هو النخاع الشوكي اهميته ووظيفته وهنتكلم كمان عن اصابات النخاع الشوكي ايه هي اصابات النخاع الشوكي اسبابها اعراضها دور العلاج ايه يعني هل دور العلاج هو دكتور المخ والاعصاب ولا العلاج الطبيعي يبقى ليه دور كبير جدا فيه بعد ما تحصل اصابة زي الشلل الناس كتيرة جدا بتتوقع انه خلاص لا قدر الله ان هي بحصل لها شلل فهتستمر كده بقية حياتها لكن من هنا بيجي دور العلاج الطبيعي ايه هو دور العلاج الطبيعي في علاج اصابات النخاع العظمي ده هنعرفه من الدكتورة مشرفهنا النهاردة في الستوديو دكتور رانيا السيد عبدالعليم استشاري علاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب أهلا بحضرك دكتور شرفتينة عايزة مفكر بس مشاهدينا كمان بلوليكم اي استفسارات او تساؤلات ممكن تتواصله معنا على اتنين خمسة سبعة خمسة ستة تمنمية وعشرة النخاع الشوكي يا دكتور دايما بنسمع ان هو حاجة مهمة جدا وليها علاقة يعني ممكن لا قدر الله لو حصل اصابات في النخاع الشوكي حياة البري ادم هتتغير تلتمين وستين درجة يا دكتور لكن حصل تطور وتقدم في علاج مشاكل واصابات النخاع الشوكي خلينا في البداية نعرف ايه وان دخاع الشوكي اهميته ووظيفته يعني اين دخاع الشوكي دي زي هو بسعد بنقول عليه نخاع الشوكي او الحبل الشوكي لان هو عبارة عن حبل ماشي جوا العمود الفقري في قناة سمع قناة الحبل الشوكي القناة دي بتبقى داخل الفقرات بحس انه الفقرات زي ما الجنجومة بتحمي المخ بالزبط الفقرات بتحمي نخاع الشوكي الفقرات والديسك اللي هي الوسادات اللي هي الجيلاتينية دي برضو بتحمي النخاع الشوكي النخاع الشوكي ده وظيفته ايه انه هو الموصل ما بين المخ وبقية اعصاب الجسم يعني كل الاعصاب في الجسم بالزبط هو المكان طبعا لكل الاعصاب بتات الجسم المسؤولة عن الحركة وعن الاحساس طبعا طبعا طيب هو دي وظيفته اهميته يا دكتور طب المشاكل والاصابات اللي بتحصل للنخاع الشوكي بتبقى اسبابها ايه عموما اسباب الاصابات بقى عايزين يعني يقين فهم الناس في حاجة اسمها اصابات النخاع الشوكي نتيجة طبعا اكتر حاجة بدنشوفها طبعا الحوادث ان يحصل قطع او تهتك او كب مع النخاع الشوكي طبعا دايما بحب حوتسكوب كده ونلقي الدوق عن الناس اللي عندهم انزلاق غدروفي على اي لفل في العمود الفقري لان الانزلاق الغدروفي اي لفل بمعنى اي فقرة في العمود الفقري عظيمة او الفقرات العناقية لحد الفقرات القطانية والعجزية طبعا اه ودي يمكن المشكلة يا دكتور منتشرة بصورة كبيرة جدا بصورة كبيرة جدا نتيجة استخدامنا للتكنولوجيا بالضبط الوقفة او شيء الحاجات سئيلة اي حاجة بتعمل طبعا ليه ليه عايزة انبه على مشكلة الانزلاق الغدروفي لانه الانزلاق الغدروفي لو هو ضغط على الجزر العصبية هيعمل مثلا لو لو ضغط على الجزر العصبية القطانية والعجزية مثلا الاولى بيعمل اللي هو عرق الناسة وبيبقى الالم بتاعه وبيبقى صعب جدا وكمان يا دكتور عرق الناسة الالام مش بتظهر في الظهر على طول بتظهر في رجلين فيعتقد الناس ان هي حاجة ملهاش علاقة بالظهر او الفقرات او عند غدروفي بالضبط ليه بقى حبيت انبه على الموضوع ده برضو وانا بشرح الموضوع ده يا جماعة اللي يحس بألم وطلع فيه انزلاق الغدروفي الانزلاق الغدروفي علاج ودرباتي فيه حاجة اسمها شد فقرات كمبيوتر وعلاج بالليزر وحاجات يعني حاجات سجد يعني بعيدة عن الجراحة يا دكتور؟ بعيدة عن الجراحة اه لانه ما هو انا ليه بتكلم في النقطة دي لانه جزء كبير انا اصلا ماجستير والدكتورات بتاعتي علاقة بيه الامراض المخ والاعصاب واشتغلت يعني في الاسر العيني في حالات كتيرة سواء في قسم مخ واعصاب بطنة او قسم مخ واعصاب جراحة وشفنا انه يعني من الحالات الكتير جدا اللي احنا بنشوفها اللي هو حد دخل عشان عنده انزلاق الغدروفي فحصل اصابة للنخاع الشوكي وبدل ما كان عنده واجع وتنميل بقى عنده شالك مشكلة اكبر دخلنا في مشكلة اكبر فالجراحات في المكان ده مكان صغير والجراحات دقيقة جيدة طبعاً واحتمالات الاصابة عالية يعني تتجاوز الستين في المية اصابات النخاع الشوكي يعني بتعدي الخمسين والستين في المية يعني اللي داخل يعمل عملية في المكان ده في نسبة كده وفي نسبة كده عايز اقولك ان انا مثلا اه في في حالات جات لنا كانوا داخلين عمليات خلاص والحمد لله الحمد لله في فضل ربنا لما عملوا العلاق مشوا وتحركوا والحقناهم كمان قبل ما يوصلوا للشلال كانوا بدأوا في مرحلة ضعف العضلات بس والحقناهم قبل ما يوصلوا للشلال ومعملوش العملية وفي ناس عملت العملية وتشلوا برضو ودخلوا عندنا برضو في قصة العلاق فاحنا ريب ان لو فيه انزلاق وضروفي او فيه مشكلة فيه ضغط عنه خاشوا كيامة الاف الحالات مش مئات الحالات بس اسبابي يا دكتور يعني نتيجة انزلاق وضروفي حصل تدخل جراحي فبالتالي حصل مشكلة اول حوادث اول حوادث طبعا حد عمل حدث بقى او تقطع الحبل الشوكي سواء قطع جزء او قطع كامل وقطع الحبل الشوكي اللي بيبقى ليه علاج هنتكلم اه كل حاجة ليه عليك هنقولي ازاي بنعليك طب تتقطع ازاي هنعالج فيه طبعا من ضمن الاصابات الاورام 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 على النقاع الشوكي نفسه سواء حاجة اسمها انترامدرري او اكسترامدرري او رام حميدة ولا خبيثة بتبقى يا دكتور اي حاجة دخطع نقاع الشوكي ان شاء الله يبقى ليك يكون ديسك اللي هو نزلك وضروفي شوى الناس تبقى فاهمها كلام عموما يا دكتور لو حاجة في النقاع الشوكي يعني لا قدر الله ما وصلتش اللي هي المضاعفات اللي زي الشلل او اللي هي عدم الاحساس والحاجات دي يا دكتور بتبتدي اكتر حاجة بتنميل هي دي ليه علاقة اكتر بالاعصاب والنقاع الشوكي هقولك ما احنا ماشيين في الاسباب دلوقتي هنعدي عليهم كلهم فيه حاجة اسمها اللي هو التهاب في النقاع الشوكي التهاب النقاع الشوكي ده بيبقى فيه ده فيديو الحد على جنيه ده بصي واقف وحاطت ايده في جيبه يعني ده كان عنده اصابة حكسة وقطع في النقاع الشوكي بصي واقف على الحيطة بصي بيحرك نفسه اه هو الاول ده بحصل له شلل وهو قد الجلسات الجلسات اللي هنتكلم عليها اه هنتكلم عليها طيب كنت بقول لي حضرتك كنا بتقول اللي هي الاسباب من ضمنها ان هي التهاب النقاع الشوكي والاورام قلنا وفيه بقى حاجة اسمه سرينجو ميا ليه كيس يبقى كيس ميا يطلع ضغط على النقاع الشوكي طب والكيس الميا ده بيبقى اسبابه ايه مجرد ان هو عيب خلقي اه عيب خلقي حاجة اه اه او حاجة اوتو اميونت او حاجة اوتو اميونت في ناس بيحصل لها كده امراض مناعية وهي برضو اللي بتسبب التهاب النقاع الشوكي طب والتهاب النقاع الشوكي اعراضه بتبقى ايه دكتور مختلفة تماما عن تنميل ولا اعراضه نقاع الشوكي يعني بتبدأ من التنميل اللي حد فقداني الاحساس تماما بالجزء اللي تحت الاصابة ما هو الاصابة بتحصل على حسب حصلت على انهي ليبل يعني على انهي مستوى في الفقرات الجزء اللي تصاب يعني مثلا الفقرات العنقية كل اللي تحتها يبقى شلال رباعي على حسب الاصابة يبقى الاصابة اللي هيعمل مستوى الاصابة كل اللي تحته فقط فيه بقى من فقدان احساس لفقدان حركة لفقدان تحكم في الجول والبراز يعني كل اللي تحته الجزء السفلي كل يا دكتور فقدت السيطرة والتحكم في كل حاجة مش بس الحركة لكن الاخراج والتبول والحاجات دي طيب العلاج يعني العلاج الطبيعي يا دكتور بقى ليه دور كبير جدا شاية مش رفنا فيه الفيديو فيه فيديوهات تانية هنعرضها يا دكتور دور العلاج الطبيعي بيجي امتى هل بعد ما نفقد الامل تماما والناس ان هي خلاص يبقى وصلت لمرحلة الشلال وبالتالي يعني مرحلة صعبة برضو طبعا ولا لازم نتدخل فيه يعني في مرحلة مبكرة عشان نقدر ما نوصلش للمضاعفات والمراحل دي طيب السؤال طبعا مهم جدا امتى نتدخل وشكل التدخل ايه والعلاج الطبيعي ازاي والدنيا بتوصل ازاي اول حاجة طبعا عايزة بس يعني ندي للناس امل طبعا كل الناس اللي جايين العيادة عندي قبل ما يقفوا ويمشوا هما تقلوهم انها مفيش امل والنخاع الشوكي اللي بيتصاب ده خلاص ولا هيقف ولا هيمشي ولا هياخد خطوات ولا هيعمل اي حاجة في حياته يعني ايه قعد في مكانك واستنى قضاء ومعظم الاصابات نتيجة انها تبقى حوادث وتهاب النخاع الشوكي والاورام عايزة اقولك ان اكتر الاصابات بتبقى في سنة صغير تخيلني ما تويل الشاب في العشرين ولا في التلاتين حياتك خلصت ووقفت وانتهت طبعا ده بيبقى ليه تقلوهم كده انه هو فعلا دكتور المخ والاعصاب سواء جراحة قبطنا بيبقى بعد الاصابة العيان سواء العيان خد دواء عمل تسبيت فقرات عند دكتور جراحة المخ والاعصاب هو فاهم عندهوش حاجة تانية يعملها للمريض الفيديو اللي شايفينه ده حديك برد اللي بتقولي انه هو ده حالة جات لحضراتك ده نفس الفيديو اللي احنا نستعرضينه هو ممكن نقديمه شوية نقديمه شوية والاعيان ماشي هيجي دلوقتي يا دكتور دي في المرحلة اللي هو هنا واقف هنا واقف هو الواحد وحطت ايديه بعد ما قبل كده ما كانش بيقدر يقف وبعدين هو مسك المشاية الواحده وهنشوفه دلوقتي هو بيتحرك تبقى في البداية يا دكتور العيان ده بالمناسبة يا مني جايلي برضو متقلو خلاص انت معي لحد الحمدلله لما شايف الفيديوهات بتعلمه ما لهاش علاقة بقى يا دكتور قاعد فترة قد ايه طويلة لقليها علاقة لقليها علاقة طبعا ان دكاتر قالوله مفيش امل بصي فيه ليه علاقة في كذا طريقة اول حاجة انه طبعا لما العيان بيتأخر بيحصر حكتين انا طبعا ايه هو انا هعالبو ازاي مش ان انا لسه شارحة وايلا ان نخاع الشوكي الاشارة قطعت فانا هعالجه زيه اول حاجة بنشتغل بقى على جزء جزء الجزء الاولين نخاع الشوكي نفسه بندخل دواء حقن في جهاز امريكي اسمه دواء حقن في النخاع الشوكي يا دكتور اوه ده بيدخل عن طريق الاستقطاب الايوني للخلايا بصوه هو هنا بيمسك هيبتدي يمسك اوه طب الدواء ده وظيفته ايه يا دكتور ايه بنحقن كذا حاجة بنحط حاجة الحقن ده بيبقى من خلال جهاز التأيون الامريكي الاستقطاب الايوني للخلايا الدواء بتحط جوه الجهاز مفيش حاجة بتدخل ايه مفيش ابرة ولا حاجة تضر للنخاع الشوكي ولا اي حاجة زي برضو يعني من ضمن الحاجات في الاسباب الاولين انه في ناس في حقنة التخدير اتحقن وغلط ودخلت الحقن على النخاع الشوكي برضو شفت حالات كده بصي بيوطي بيستخدر الجزء اللي فوق لازم يقوي طبعا في الرياضة ليها دور برضو يا دكتور مع العلاجة طبيعية لا بصي الرياضة بقى ساعد بيقولنا عضلات غلط فعشان كده احنا بقول لك طبيعي في مكان متخصص مخ وعصب يعني مثلا التخصص مساعي الماجستير والدكتورة بتاعتي علىك طبيعي لامرياض المخ والعصب بالنسبة كرياضة بصي ده بصي راجل في سنه أزئيه كبير شكله كانت دي كمان متأثرة آه ما شاء الله وبتدي ده بعد كم جلسة بقى يا دكتور ابتدى ان هو وصل للمرحلة دي ان هو يقدر خاصة ان هو سنه كبير كمان او احنا بنامي جلسات مكسفة ست ساعات يوميا نشوفو بعد شهر ما شاء الله ست ساعات يوميا ست ساعات يوميا يعني ساعد بيوصلوا لتمانية ست ساعات ست ساعات ست ساعات يوميا مدة طويلة يا دكتور الواحد لما يروح للدكتور اه شايفين طبعا بس الواحد لما يروح للدكتور اكيد يعني الانتظار بيبقى يعني غير ان هو لما ياخد فترة طويلة ده كله شغيل انا فهمه طبعا هقولك لي نازل ما عمل بقى الوقت ده كله ده كده بعد شهر واحد بعد شهر واحد ده كل دولا جاياني جاياني عاملين ايه على كورث مبقى تعتبر فترة وصيارك والعيان اللي فات اللي هو اللي قلتلك عليه العيان التانية ده برضو جاي بعد شهر واحد من العلاق اللي هو قدر يمشي بعد شهر واحد اه وقف ولو احنا جرينا الفيديو تشاهوه ومشي هنشوف فيديوهات كذا فيديو دكتور هتباين اه حتى مساعدة خفيفة اه لا حتى اللي بيساعد مساعدة بس اه ده اللي احنا ليسا في اول شهر احنا المخدرين طب قل ليه دكتور ليه بقى ستة تمان ساعات يوميا ده مش بيبقى ارهاق يعني احنا حول مثلا رياضة ميفاعش الواحد يعني يعني يعمل اجهاد للعضلة ومده ما بقاش اجهاد برضو لكل حاجة ستة ساعات بقى دول هنعمل فيهم ايه بصي اولا ليه بنعمل ستة ساعات اه في حاجة اسمها الموتور او البرمجة العصبية داخل المخ ازاي ده بيحصل البرمجة العصبية لما بنشتغل كرس مكسب بصي البنوطة دي عندي برضو عندها كم سنة يا دكتور دي في التلاتين نفس المشكلة اشال الرباء رباعي اشال الناس في اشال الناس في ما شاء الله دي ما كانتش تحرك خالص برضو يا دكتور عم فيش حد بيجي لي بيتحرك بقوليك كلهم بيبقوا نهائي كلهم يعيني جاي سبحان الله بجد اه طب انت وقفتي قبل كده لأ حد مشيك يا بنتي لا مفيش حد عندنا بيمشي كله جاي فقد الامل دي رسالة امل كبيرة يا دكتور ورسالة فرحة وان الواحد هيب عنده امل كبير ان بعد ما انهم ما بقالهم كان بقالهم سينين فقدوا الامل وفقدوا الاحساس وفقدوا حدات كتيرة بصي ده بعد قديه برضي يا دكتور دي كل دولة شهر التصوير ده قد ما بخلص الشهر الاولين طب قولي يا دكتور بالنسبة للمدة بقى ست ساعات طيب بصي بقى المكان بيبقى عبارة عن ايه يعني برضو يعني نوصف برضو المكان اللي هدقى على ست 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 امان ساعات هشرح لت كل حالة بصي حبيت قلبي بصي اول حاجة عندنا اول غلطة بيدخلوا فيها العيين يا اما بيحصل اهمال بسبب الكلام اللي اتقلهم ما بيتعلقوش خلاص بفقدوا الامل في الحياة اصلا اه 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 اما يعيشوا ممكن ناس يوصلوا للدرجات دي طبعا طبعا يا اما بيبقوا ياخدوا عليك طبيعي غلط اللي هو يجيبوا دكتور في البيت يعمل لهم ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة ولا ربع ولا ساعة وربع كل يوم او يوم بعد يوم اصلا ايه احنا ليه بنعمل كده عشان قطر التدريب فترات طويلة بيعمل ايه بيخلي المخ يحفظ الحركة يخلي المخ يستعيد يحفظ الحركة تاني ويعمل اتصال ما بين المخ والاعصاب والعضلات ازاي عن طريق حاجة نظرية اسمها يعني ايه نيورال بلاستيستي ودي نظرية علمية ومثبتة في كل الابحاث وفي كل الكتب العلمية كلام اللي احنا بنقوله ده اول حاجة في النيورال بلاستيستي دي انه انه في حاجة اسمها الموصلات العصبية لما بنشتغل كتير وبنشتغل كمان بدري بتبقى افضل وفترات طويلة وفترات طويلة او اشكام نعمل علاج منكسة في ايه بيحصل الموصلات العصبية دي يا اما الكمية الموصلات العصبية تزيد اللي بتفرز تزيد فتديني حرقة ويبدأ العين ممكن الموصلات العصبية تزيد عند اي حد طبيعي عموما يا دكتور طبعا لما بعد الاصابة لما يحصل له اصابة يعني دي من عند ربنا بس امتى تزيد لما يحصل علاج صح هياخد علاج صح يعني بس لو حد عنده اصابة الموصلات العصبية اللي فقدت ممكن تتعوض بالضبط تزيد او الكفاءة بتاعت السينابسس ايه هو السينابسس السينابسس دي اللي هي بيخرج منها اللي هو اللي هي الموصلات العصبية زي الاسيتائي والي حاجات دي يا اما كفاءتها تزيد يا اما المادة كميتها تزيد ففي الحالتين مفيدة للحالة يعني هتقدت النتائج كوي بالضبط يا اما يتغير حاجة اسمها التشانج في التركيب الخلوي يتغير بحيث ان هو يبقى كفاءته احسن وتقدر تعود الاصابة اللي حصلت يا اما بيحصل حاجة اسمها نيرف سبراوتنج العصب تبدأ تدي كأنها شجرة وبتدي فروع جديدة يا اما فيه سبحان الله في اي خلية عصبية خلية سايلانت ملاهاش وظيفة بتبدأ الخلية دي تاخد وظيفة الخلية المصابة يعني كأنها حاجات كلها طبعية موجودة في الجسم بنعود يا اما الحاجات ساوت وتزيد يعني ايه ساوت كل الحاجات دي اللي حضرتك قلتها واكيد في حاجات تانية دي كل دا اللي بيحصل في خلال ست او ثمان ساعات عن طريق الاجهزة عن طريق بقى ايه الجلاسات المكسفة ست ساعات بنحفز النيورا البلاستيستي دي اللي هي عادة استرجاع الخلية بتبقى ايه بقى اجهزة ولا الرقيع والأدوية برد تمارين 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 وأجهزة يعني ما بين الأجهزة وأدوية بتحفز وتعمل تحفيز النخاع الشوكي والخلايا الجزائية وحاجة للالتهاب بتتحط على النخاع الشوكي نفسه وحاجة مع الشرق التهاب بيفضل مستمر يا دكتور؟ طبعا بيحصل تلايف حوالين النخاع الشوكي فاحنا بنعمل الاستكتاب الجاز بتاع الامريكي اللي هو بتاع استكتاب الايوني الخلايا ده بيعمل بيدخل المودي علشان كده وفي ناس بردو بيبعندهم حاجة اسمها بستسلوا بعضله تلاقي العضلات الدمه زي فيها تيبس جامل فيجي العياني هو اجي وقفوا رجليه تقوم عاملة كده دي نتيجة ايه بردو اصابات الدخاع الشوكي بس دي نتيجة اصابة هل ليها علاقة بحادس ولا ليها علاقة بيه؟ هو نوع الاصابة ده بيدي حاجة اسمها ابرموتر نيرون نيجن ابرموتر نيرون نيجن بيحصل فيه العضلة التون بتاعها بيعلى فتتيبس جامل دي برضو بندخل بندخل موعد ما هيش بوتوكس نتيجة الاصابة اللي حصلت في النخاء الشابني نتيجة اصابة النخاء الشابني فده بيعمل تيبس في العضلات برضو دي برضو بنحقن الجهاز بالدواء برضو بيشيل التيبس ده بس ما هواش بوتوكس ان البوتوكس دار جدا للعضلة وبيزود التيبس اكتر والعيان زي بيضعف العضلة هو ده وظيفة البوتوكس ان هو يضعف العضلة يضعف العضلة فينخلي التعبيرات اللي يزود التيبس يزيد بالزيادة فيزيد بالزيادة بعد كده كل ما ما فول البوتوكس يخلص تشعرف ان هو بيخلص وترجع الحقنة مرة تانية فبيبقى سيئ جدا لا احنا بنحق المواد حاجات اللي هي ايه بتخلي العضلات تبقى مسترياحة وبتشير التيبس منها بس ما تبقاش بوتوكس بتعمل استرخاء للعضلات العضلات المتيبسة بحيث ان هي ترجع للنورمال تون تمام؟ الحاجة التانية يبقى احنا عملنا الجلسات والانهازة والحاول التعاين وحن العضلات المتيبسة لو في تيبس وهنبدأ نعمل حاجة اسمها ري انفورسمنت يعني ايه ري انفورسمنت يعني بدعم الجزء المصاب ما هو فيه اجزاء تصابت خالص فاحنا سبحان الله من لطف ربنا لينا وعلينا انه انه فيه حاجة اسمها تركت بيبقى ماشي فيه الاعصاب فيه التركت اللي شايل الاعصاب بتاع الاحساس غير اللي شايل ايه الاعصاب بتاع الحركة بصي عشان كده احنا بنقول ايه ان احنا نروح في مكان متخصص وحد علاج طبيعي متخصص مخ واعصاب مهم ده 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 مهم جدا شفتي وفي الشرح بانت ازاي اي حاجة لها مع علاقة بالمخ والاعصاب لانه ده تخصص دقيق جدا اه اه ويه علاقة زي ما حضرتك قلت بالحركة بالاحساس بكل حاجة بكل حاجة فعلا اللي مش فاهم مش بعارف الحتة اللي احنا بنكلم فيها لنفعش نروح لأي حده خلاص طبعا بالزبط كده التركت بقى اللي هو بتاع الاحساس جير بتاع الحركة فده هيفيدني في ايه ان انا هبقى عارفة انا مش مستنيه الاحساس يرجع لا انا بوقف العيان قبل ما الاحساس بتاعه يرجع ايه الفرق يا دكتور يعني ليه اكيد العيان ده ماشي في التركت وده ماشي في التركت طبعا حتى لو العيان مش حاجة برجله ممكن يقف ازاي يا اما ان انا بعمري عن طريق بدعم الجزء السكني لان عودة الاحساس مرة تانية هيساعد في العلاج بتهيقى يا دكتور يعني صحي طبعا بس انا قصد ايه فرضا ان الاحساس هياخد تسعة شهور اكتر وجزء هيرجع عموما رجوع الاحساس بياخد وقت اطول من الحركة بالزبط الحركة بترجع اسرع الحركة المفروض بترجع اسرع انا بقى بعمل ايه بقى بعمل ري انفورسمنت بدي تدعيم من العضلات الكوية للعضلات الضعيفة فيه ناس بيبقى الجزء اللي فوق كله بيبقى شغير كويس بدي ري انفورسمنت منه فعضلاتهم بتم كويسة فعضلاتهم فبستخدمه بالتحميل ان انا احمل به على العضلات اللي دعفت او العضلات انفورسمنت عن طريق اجهزة ولا عن طريق شفنا في المصاب اللي كان او المريض المريض الاولاني ياريتني جيبي النص التانية من البجون وريدني ياريت لو ممكن وره تاني اه بقولك فهو كان بيعمل كده زي يقدر يقوم يحمل بيد وكده ضغط زي بضغط وهو واقف ويقوم فحتى لو الرجل تحت العضلات فيه جزء مرجعش فيها عن طريق ان احنا قوينا العضلات بتاعت اليد فيحمل قوي على ايد ويحمل قوي بالجزء اللي فوق فيقدر يمشي احنا عندنا انواع من المشي كتيرة قوي بالمشيها للعيان ده تعتمد حسب الحالة يا دكتور يعني حتى الاجهزة اللي بيستخدموها مش بس المشاية اللي دايما بنشوفها عاماتا المشاية والعقفز والدباير واجهزة فيه جهاز ممكن يتركب يساعد العيان وفيه احزامة زي زي الحزام اللي البنوطة كنتحطها على ظهرها فيه حاجات كتيرة قوي ممكن تساعدني والعيان ده يتحرك وتقوم وتتحرك في البيت ولو عندها ولاد او لو حد لان القعدة دي قاتلة ممكن تسبب قرق فراش قاتلة للبني آدم الطبيعي اه انتظار مدة طويلة بنزهق تخيالي دكتور دونت بقى لهم سنين بفقدوا الامل فاكيد ده حاجة حدريك بتبني حياة جديدة وامل جديد لمريض فقط الامل لمدة طويلة جدا طبعا فاحنا بنعمل العضلات دي العضلات بقى اللي مش جايبة خالص بنبدأ نلبس جبيرة للعضلات اللي مش شغلة بحيث تتسلب كأنها شغلة جبيرة جبيرة زي بتاعة الكاسر يا دكتور ولا جبيرة مخصصة تبقى حاجة مصنعة مخصوص تديني تعود الجزء اللي حصل فيه بتسبت بتشد الرجل بدل العضلة اللي مش راضية تشتغل يعني حتى العضلة اللي مش بترجع لها حال مفيش حاجة اسمع انا عايزة يا جماعة نجيب النص التاني احنا شفنا النص الاولين بالفيديو لو ينفع نجريه كده نبقى في نصه مثلا هيحاول يا دكتور تفضل فالجبيرة دي بتتحط برضو يا دكتور ان هي تسبت العضلة عشان بعد كده الايه فالعضلة تشتغل بصي العيان دي لابسها شايفها اللي تحت او اللي في رجله دي فانا كده شدت له ايه اه الادم اللي كان فيها فده هيساعد او او الادم اللي فيها هيساعد في اين هو هيسهله الحركة اسرح بدل ما الرجل مرخية لا الرجل ايه سبتة الرجل تسبتت فالرجل دعامة فبعد كده يعرف يمشي احنا عزينا بقى انواع من المشي بنعلمها للعيان في حاجة اسمها السروجيت اللي هو يحرك المشاية او العجاس ويمشي قدامها ينط كده قدامها ينط اه ينط بجسمه اللي فوق اه اه فهميني؟ وفي حاجة اسمها طو جيت اللي هو اللي هو دي طريقة ماشي معيانة عشان يتحسن المشي تاوي؟ عشان نرجع له المشي تايمة بقولك ما بقاش في حاجة اسمها العيان ما يمشيش نهائيا بغد النظر يا دكتور ايه الاصابة ايه اللي حصل بقيش حاجة اسمها العيان ما يمشيش كل دولة جاياني يعني انا بخليك تقوليها مرة تانية لان الجملة دي عجباني جدا مفيش عيان مش هي مهو انا بصي مهو احنا احنا عارضين فيديوهات انا عايزة اقولك ان احنا مثلا عندنا يجي 40 فيديو بالشكل ده مش هينفع اجيب 40 فيديو فجبت 30 ايه فيديو زي الناس اللي انتو شايفينها الراجل ده انا بحب اجيبي فيديو عشان كان راجل كبير اللي هو الراجل الكبير اللي شفناه وقدت خايفة بصوpie قلت حرامو احري معيان من امل واقوله lea اهو ميشي وماشي بعصايا طب ودلوقتي بقى خلاص ماشي بقي ايه بقايا بقاض ما لا بيعصايا ولا اي حاجة ولا لا wirac heal احنا طبعا بالهامل حديكة الفيديو اللي شفناه بقى له شاهر تايب احنا بقى المفروض دلعيان بيقعد من شهر اللي حاجة لحد الأقصى ست شهور من شهر ست شهور يعني أنا توقعت ما هو ست تامن ساعات يوميا ده حدا مكسفا العلاج الطبيعي ده بيبدو لهم عملو طول عمرهم وما بيمشوش في أماكن تانية بيقودوا يعملو طول عمرهم وما بيمشوش شوف هي بقى لما تأكد علاج طبيعي بقى صح شهر اتنين تلاتة وبعد كده تبدأ تتحرك هيبقى أحسن ولا مش أحسن ده بصي الديفورمتي اللي في رجله بصي الكلفة على البر ومع ذلك ميشي برد وفيه اللي هو زي حدريك تسبيت الرجل اللي هو الدعمات دي الدعمات دي تستخدم لكل الحالات الدكتور لتسبيت الرجل عشان تساعد على الماشي بالضبط كده احنا بنساعد العضل اللي مش وصل لها سابلال بنشوف لها زي بس بعد كده يا دكتور ايه يعني ايه يعني خلاص دلوقتي احنا شايفينه ده شهر ان هو هل مقدر يمشي طبيعي والرجل تبقى مش مسترخية بصي هقولك على حيب على حسب النتيجة النهائية بتبقى ايه بصي النتيجة النهائية يا اما العيام بيمشي باوكاز يا اما بعصاية زي كده والرجل بتبقى مرتخية مازالت حتى لو فيها ارتخاء بنلبس الدعمة زي وتبقى جوه البنطلون وجوه الهدوم اه فتبقى شكلها مش باينة صحيح اه تمام بس عالقل قادي يتحرك وقدر يتحرك يساعد نفسه حتى لو حد سنه كبير او حتى لو حد تعبان بس عالقل يقدر يساعد نفسه طبعا طبعا طيب كنا بقى بنقول نكمل عليك احنا بقى ايه بقى لعيام فيه انواع من المشي او فيه انواع من المشي اللي هو العيام بيمشي يا اما زي ما قلنا كده العكاز قدامه هو ياخد خطوتين عن طريق ان هو يبقى يقيم على نفس مستوى العكاز او المشي يقيم بقى قدامها يقيم اللي هو يبدل عكاز وخطوة عكاز وخطوة بالتبادل يقيم عكاز وخطوة في نفس الوقت فيه كزا ان هو من المشي وبنعلم العيين عارفة كمان لدرجة ايه بنعلمه طب انت لو حصل لأي سبب فقط الاتزام بتاعك هتقع بنعلمه اكيد بيبقى بتتعلم ازاي يقدر يتعامل مع اي موقف يحصل له ازاي يرمي لو كزاك بعيد عنه لو هو ماسك بحاس ان هو هو اللي بيقدر يساعد نفسه في كل حاجة محدش يساعده بالضبط كده ازاي يشيرهم بعيد عنه ازاي بنعلمه طريقة كده ان هو يقوم يقف تاين طب كل ده والمرحلة تحسنت يا دكتور ده جزء الحركة الجزء الاحساسي بقى والجزء ان هو التبول والاخراج والحاجات دي برضو بيحصل فيها نتائج كويسة بصي بقى احنا في الاول لان الجلسة قويلة جدا بنركز الاول على الجزء بتاع الحركة ده بتحيالي ده اهم حدا في البداية ده ان هو يتحرك ده الاساس لانه الجلسة بتاعت التبول هتدي امل كبير لبقية الحاجات اللي هو هيقدر ان هو يستحمل ستة تمان ساعات يوميا بالضبط كده بالنسبة للتبول بقى والتبرز دي برضو بيتعمل عليها كورس مكسف بس انا ما بعرفش عمل الاتنين ما وبعد من الجلسة ستة تمان ساعات للحركة والتانية حوالي اربعة ساعات ما فيش وقت الحاجات التانية فما قدرش عملهم الاتنين مع بعض بس العيانين اللي عملوها بدأوا يبقى فيه تحكم او على اقل بيحسوا بالبول قبل ما ييجي فيه ناس منهم دخلت الحماس وفيه ناس لما بتحس انه المسانة تملك بتعمل بتأسطر نفسها بتعمل نفسها قسطرة وتفضي المسانة يعني تفضيها وتعمل وفيه ناس منهم اتعلموا لما بدأ يبقى فيه احساس وكنترول على العضلة فبدأوا مثلا ايه هو عايز فيه براز تجمع بنديله معايد معين بياخد فيه لبوس معين مع التدريبات اللي احنا بنعلمها له وبيفضي البطن بتاعته بيفضي البراز مرة في اليوم او كل يومين او كل ثلاثة ايام على حسب ما احنا ايه بندرب العيان كل واحد على حسب ايه الحالة بتاعته ايه طيب ده الجزء الحركي يا دكتور طيب الجزء الاحساس والشعور والحاجات دي هل جلساتها بتختلف؟ بوسي بقى الاحساس ساعات بيرجع وساعات زي اللي في عضلات ما بتشتغلش فبنحط لها الدعمات احنا كده كده ما بنستناش والدعمات دي بتبقى حاجة بسي اللي هي زي الجبير بلافتك اه الدعمات لابسنا فاحنا ما بنستناش الاحساس ان هو يرجع عايزة بقى سؤال مهم هو ازاي بيحصل برمجة زي عايزة دي بس ايه مثال صغير هو احنا انا مثلا دلوقتي جاي عايز اعلمك ايه اسباني مثلا انتي ما تعرفيش اللغة الاسبانية فليه بنفاهم الناس احنا ليه بنعمل ستة لتمن ساعات وليه طريقة الشغل وليه بنحفز النخاع الشوكي عن طريق جهاز التأين والتنشيط الخلايا وليه بنعمل طريقة العلاق بالشكل ده حالات الشلل وحالات المخ والاعصاب بتاعت بالشكل عام وحالات اصابات النخاع الشوكي لو انا مثلا دلوقتي عايزة دخليك لغة انتي ما تعرفيهاش فيه ناس بتفضل تتعلم لغات مثلا اتن واشر سانة فترة طويلة طبعا طب ايه رأيك بنا انا هعلمك اللغة دي هاود معاكي كل يوم ست ساعات هتلاقي نفسك في خلال شهرين تلاتة دميتي بس هي النقطة يا دكتور يعني معوان ستة او ثمان ساعات لحدك قلتي ما بين ستة او ثمان ساعات برضو بتبقى مدة طويلة المريض نفسه ما بيبقاش ما بيخسرها بملل او تعب او لا مش قادر اكمل لان المقومة يبقى ما بين ايه التمارين بشكل معاين تدريب على المشي اجهزة في النص فبيرية هو نايم بس عضلاته شغلة باجهزة عن دين مش تول الوقت حرقة او تمارين معاين بنعالج العضلات اللي فيها تيبس او تصله بعضلي في حاجات بتبقى باجهزة وفي حاجات بتبقى بتمارين ومجهود فهو الجلسة بتبقى ما بين الاتنين فهو حتى لو هو نايم احنا مشغلينه وعضلاته في الوقت ده وعمالة توصر اشارات للمخ ان العضرة بتشتغل فتوصله الحركة حتى لو هي بقت مفتوضة حتى لو مش بتحرك بالضبط كده والاجهزة دي فعلا يا دكتور بتجيب نتائج يعني يعني احنا دايما بنقول عشان العضلة تتحسن وتقوى لازم في حركة ده تمارين الاتنين فلا انا قلت دور الاجهزة اللي هي مدون الحركة ان فعلا الاجهزة دي بتخلي العضلات تتحرك هتدي نفس النتائج الحركة للتباعي انتي بتعملي تنبيه وبتعملي تدريب بشكل صح لانو فيه ناس تعد بتتدرب عضلة احنا فيها عضلات لازم لاتنين لازم لاتنين ما يفعش بس اعمل تنبيه ومعملش الاتنين ايو لازم اعمل التدريب على المشو لازم اعمل تدريب على الوقوف ولازم اعمل ده ده مجهود شهر عشان اوصل للحالة دي ده كلهم جايني على كراسين متحركة ما اتحركوش بقى لهم يعني طبعا كل ما بدأنا بدري كل ما ده ذرية انه الخلية يعاد بناءها ويعاد تكوينها يعني احسن من الاول الناس اللي بتتأخر بيحصل لهم مشكلتين لو خاصة كمان معك لو حتى سنه كبير يعني في الفيديو الاولاني اكيد ده بقى له فترة طويلة فقد الامل وسنه كبير مش هيبقى عنده خلاص الحافز انه هو يحاول لكن دي خليته طبعا انه هو يمشي بالطريقة دي بعد سنة طويل طبعا بالظبط كم الناس بقى اللي بتتأخر بيحصل لهم مشكلتين ايه هما المشكلتين المشكلة الاولى المشكلة الاولى انه العضلات اللي هي فيها مشكلة تمام ممكن يحصل فيها تشوهات والمفاصل اللي فيها مشاكل يعني مثلا فيه ناس شفتهم حصل لهم تشوه انه الرغبة التانية ومش راجعة تتفرد وبنقدر نصلح يا دكتور بالعلاج الطبيعي بترجع مرة تانية اوه طبعا بس احنا هو لو كان بدأ بدريه مش هنوصل للمرحلة دي اكيد احنا بنقول الناس اللي تأخرت المشاكل من اللي ممكن يوصلوا لها ممكن بيدخلوا في قرح فراش ونفضل نعالج القرح دي القرح الفراش طبعا نعالجنا الجهزة لعلاج القرح فنفضل نعالج الأجهزة دي بطرق معينة هي قرح الفراش بتبقى حاجة كمان مؤلمة بتبقى مش بس كشاكل بتبقى مؤلمة جدا اه التهاب عين اه ممكن يدخلوا وعلاجها سهل يا ضاق بتاخد وقت اه بتاخد وقت تاخد وقت تاخد وقت قدي بس على حسب حجم الكرحة يعني فيه الناس بتاخد معنا شهر وفي ناس ممكن نعط شهرين تلاتة في علاج كرحة واحدة وفي ناس ممكن ناخد اسبوعين فبرده في علاج الكرح دي تمام دي يبقى ممكن يحصل تشوهات في المفاصل ممكن يحصل كرح تمام كل ده للناس اللي اتأخرت وفيه بقى مشكلة كبيرة بلاقيها للناس اللي اتأخرت الجزء السليم بيحصل له حاجة اسمعها يعني العضو اللازي بقولنا يا دكتور ان هو كل ما يبتدي بدري كل ما يبتدي النتيجة بتبقى افضل واسرع كمان بالزبط كده بس بمعنى اتأخر ايه يعني هل مثلا لو حد اتأخر عشر سنة سنين او او اطول زي الفيديو اللي كان الشخص اللي هو سنه كبير اكيد برضو قاعد مدة طويلة يا دكتور دي بس برضو والله بس فردا يا دكتور لو حد ما قاعد مدة طويلة هيبقى هيبقى عنده مضاعفات بس هيقدر يمشي برضو بس بناخد وقته اطول يعني احنا قلنا من شهر يعني النتيجة بس ليست من شهر وستة ما هو على حسب ده بدأ امتى وده بدأ امتى وده بدأ امتى فاهمة قصدي يعني حتى مهما طالت المدة يا دكتور والضعفات ما زال فيه امل ان احنا برضو نمشي بس ضبط طيب ده بالنسبة قلت بالنسبة الاخراج والتبول يا دكتور التصرف معاه بيبقى ازاي ده من نتيجة حسب كل مريض فيه بعد ما بنخلص البرينامج بتاع الحركة بيبقى تمرين برضو تمارين واجهزة لتقوية المسانا ولتقوية عضلات الشرق بنعمل التمارين دي بحيث ان هي تقوي العضلات بتاعت المسانا وعضلات الشرق بس دي برضو يا دكتور هتاخد وقت قد ايه يعني حدايك قلتي ان احنا الحركة من شهر ست شهور تقريبا نفس العضلات هتاخد نفس الوقت برضو على حسب كل حاجة على حسب الاصابة والوقت اللي بدأنا فيه كل ما بدأت سيبدري كل ما النتائج بتبقى معاكي افضل واسرع لا بنبدأ متأخر الوزن بتاع العين ممكن يزيد بندخل في تيبسات مفاصل بندخل في مشاكل اكتر اه طبعا طب اسألينك دكتور معنا اتصال ليلة مساء الخير يا فادي مساء الخير اهلا بحايرتك اهلا بيك تفضل انا اشكركم على الحلقة الجميلة دي واشكر على الادب الناس اللي بيرد علينا الله يخليك شكرا انا والله بنت خالتي كانت عاملة حكسها بس النخاة شوكة قطع نهائي اه فهي قادة على كرسي فهل في امل للنخاة اللي يكون مقصود ده ليك اسئلة ليها دكتور لا خلاص خلاص الف سلام عليها شكرا 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 يا فادي معد عليها قدية طيب ليلة لو اتصال لسماعنا لا بقالها كتير بقالها 14 سنة وعندها كم سنة بالوقت 35 ما تحركتش ولا واقفت ولا مشيت خالص لا لا اعاد عالك كرسيك زي ما انتو شايفين عيانين كله اعاد عالك كرسيك طميم حاضر النخاة مقطوع حضرتك حاضر من حاجس اجندة بالعربية قطعت النخاة حاضر رد عليكي حايتك شكرا 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 قطع النخاة يا دكتور برضو هل بيبقى فيه ممكن نجيب نستأذنهم بس نجيب الفيديو الاولاني ونسيبه شغال لحد ما يشوفه العيان هو ماشي لقد دي نفس الحالة قطع في النخاة طيب فيه قطع او بس خلوا الفيديو شغال واحنا بنتكلم ونشوف كدر حقا لو هيقدروا هيعملوا يا دكتور طيب قطع النخاة النخاة يا دكتور القطع هل بيبقى فيه مثلا قطع بسيط قطع فيه قطع كامل يعني فيه درجات للقطع او فيه قطع كامل وفيه قطع كامل وكل عموما ده نتيجة حدثة او خطة او واقعة كتير هندخل بقى في المشكلة العدارات اللي حصل فيها تيبس اكيد مضاعفات المضاعفات بقى لازم طبعا بتيجي نعمل يعني لازم نعمل لها تقييم تقييم كويس جدا ونشوف هل يعني مثلا ازا هي بتقدر طاض ازا هي بتقدر طريقة استخدامها العدارات ايه الحالة اللي وصلت لها طبعا دلوقتي بعد السنين دي كلها بس هي برضو خمسة وتلاتين سنة يا دكتور ده ما يساعدش يعني صغيرة لسه ده هل سهل ما بتتحقش فلازم اشوفها التشوهات دي شكلها ايه هل العدم ده تثبت؟ يعني فيه ناس مسلا رغبتها اتنت وخلاص فيه حد بقى قدر افرد رغبته يعني كان فيه بنت من السودان وحتى عملولنا تكريم من دولة السودان سعيطة قدرنا نفرد رجيها والبنت دي تعرجت ومشيت ودخلت كل الطب بالمناسبة كان قطع برضو كماني ده ما شاء الله طب ده كان قطع برضو قطع في النخياء السخنية ممكن السخنية سخنية نتيجة حاجة معينة يا دكتور مرة يعني عشان ما نقولش ما تخوفش الناس اي سخنية لا خافوا من السخنية خافوا من السخنية واللي ابنه يسخن او بنته تسخن على طول بصي في التلج ومية ساقعة وبالتدريج عشان ما يحصلش شك بالتدريج وخافوا من السخنية طب قوليني ازاي يعني طبعا السخنية اللي في بقى خافض للحرارة لان النقطة دي مهمة جدا لان فعلا في ناس السخنية لا انا ما ينفعش اقول لحد ما يخافش من السخنية لا اخافوا من السخنية سخنية نتيجة اي حاجة بقى انت في الوانزة التخصصي مخ وقصف شفت حاجات وحشة جدا فاللي هو انا التهابات التهابات بغد النظر بقى في اي مكان اللي عنده حد يجيله سخنية جماعة خطر جدا على المخ وخطر جدا على على الخلايا بتاعة المخ وبتاعة النخيع الشوكي ممكن يحصل اصابات خذية وممكن تؤدي الى شلل فلو سمحتوا خافوا من السخنية لان الحرارة بتأثر على المخ اه طبعا بس درجة حرارة معينة برضو عشان درجة حرارة كام لا اصدي ما نقولش سبعة وتلاتين يا دكتور سبعة وتلاتين اول ما حرارة فوق التسعة انا كنت هقول فوق التسعة وتلاتين تمانية وتلاتين عشان ما يعود ما استنوش ما تبتسعة وتلاتين مية ساعة عادية من الحنفية فترة بالتدريج والحد بنوصل لمية ساعة خالص وتنزل بالتدريج على المخ وعلى الجسد وبعدين ونزل خفض الحرارة ونزل خفض الحرارة بس المحور الاساسي ما يسع تنزلين ما يسع من يسوت يعيط تنزلي ما يسع طيب معانا اتصال صلاح صلاح قلت بحضرتك تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله تفضل سواء حضرتك سامعك طبعا انا عندي جلطة ترسي عندي شرر نصفي نصف يمين جلطة في المخ؟ تمام هرد على حضرتك انا سامع بالنمج انا دلوقتي تعال انها ترسي شرر نصفي لك اشأل لي يا دكتور خلص ألف سلام ان شاء الله خير شكرا يا صلاح تابعا شكرا 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 تفضل يا دكتور طبعا طلطات المخ دي عيني بيعانوا معاناة كبرة جدا جدا برضو نفس المشكلة طب جلطة المخ يا دكتور انت تسبب بشلل جلطة المخ جلطة الجنب اليمين في المخ تسبب شلل نصفي في الجنب الشمال والعكس طيب دي جلطة المخ جلطة المخ هنا برضو نفس المشكلة هل ليها اعراض مسبقة ديها اعراض مسبقة يا دكتور ديها اعراض مسبقة نحاول من خلالها ان احنا نقدر نلحق المريض او المصاب عشان ما يوصلش للشللل الجلطة احنا بنتكلم بس ولا خلاص الجلطة يبقى شاقة مفيش وقت خلاص هو احنا بنتكلم انه خلاص العيان ده جات له جلطة وعمل شللل ناس فيه انا بقى انا فهم يا دكتور ده سؤالي دي علاقة بالموضوع بس دي عشان نلحق هجابه بيروح طبعا مستشفى وبياخد ادوية عشان ما يوصلش للشلل بيشوع مقطعية على الموخ وبيتعمله رمين مغناطيسي وبنشوف الجلطة دي اه وبيتعمله حاجة اسمع انجلجرافي بنشوف بيشوفه الشرايين اللي موخ يكونوا حسب فيها انساجات بتعمل اشعة دي بسرعة وبياخدوا منذيبات للجلطة ولو نزيف بياخدوا حاجات توقف النزيف فكل ده هيحمي ان احنا ما نوصلش هيقلل حجم طبعا الجلطة وهيقلل التأثير بتاعه طب وهو يعمل ايه صلاح عبحد يكتفضل بصي بقى مشكلة بقى طبعا ليه بقى له تلات سيين وليه بيشتكي الشاك وزير انو خد علاك طبيعي غلط جاله حد يعمل له ساعة في اليوم او هو راح مركز مهوقاش متخصص علاك طبيعي بس مش متخصص مخ وعصاب فعمل له نازم المركز يبقى معلك طبيعي مخ وعصاب مش اي مركز مكتوب بس علاك طبيعي وخلاص بس فرح لحد مهوقاش متخصص فعمل علاك ساعة ساعة في اليوم المخ ما حصلوش كويس. فالمخ ما حصلوش اتصال. ما حصلش اتصال تاني ما بين المخ والعضرات. ده بالعكس ممكن يدخل في حاجة اسمها يعني المخ يهمل الجزء ده كأنه مش موجود. صحيح. اه. فالحل اللي بقى بتاعوا ايه? بيجي بيعمل جلسات مكسفة بتبقى ست ساعات يوميا. اللي قلنا حضرتك زكارتي على الاقل. اه. ولو في عضرات فيها تيبس هتتحقل. حسب حالته هيتم التشخيص. هستأذنك بس معنا اتصال يا دكتور. نيفين. نيفين اهلا بيك يا نيفين. تفضل. اهلا بحضرتك. ممكن اسأل الدكتور. طبعا سمع حضرتك تحت امر. تفضل. السلام عليك يا دكتور. هو عليكم السلام. كان ليه تصار حضرتك انا انا حالتي مش الحالات اللي حضرتك عرضتها. بس انا حالتي انا كنت عاملة عمليتين استقصال غضروف قطني وتثبيت من كزا سنة يعني من تسع سنين. فحضرتك يعني انا خرجت مكنش بامشي كويس. بس كان اه الامور كانت ماشية. شهر ستة اللي فات اه هو جالي جلتة خفيفة. يعني اه جلتة في المخ خفيفة. اه بس انا تعافيت. بس ابتبيت دلوقتي احس يعني ان انا مش قادرة امشي في مكان العملية. وتعت جدا في مصر سهد. والخطوة بتاعتي بديت اتحرك بصعوبة. فاه رحت من كم يوم عملت اشعة اكس راي. فقالوا لي ان فيه تسلط فااااااااااااااا انا ابتديتها حفس يعني هو من اول لاخره. اه صعوبة في البلع ومش ادرة حرف رأبتي. ده من فوق لغاية تحت. جزء التحتاني مش ادرة حضرتك اه النصف كده مش ادرة اخد نفسي. بالنسبة للجزء اللي تحت مفصل يفخد قلم جامد جدا بيبقى فيه احيانا نوبات احتباس او ثلث في البول والبراز فانا حضرتك مش عايزة اوصل للحالة دي حاليا انا دلوقتي الحزام حوالين ظهري وحاسة بتصلب جامد كأني كده يعني بني ادم من حجر النص اللي هو في نص العمود الفقري بالظبط هل حالتي ليها علاج انا مش عايزة اوصل للحالات اللي حضرتك عالية إن شاء الله مش هتوصل لي حالتي والحضرتك الف سلامة يا ندين الف سلامة ان شاء الله خير شكرا 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 هي طبعا حاليتها تبقى احسن من نوم جدا لان هي بدأت يعني بس هي بتلحق نفسها بدأة بدري هتلحق نفسها دعم هتحتاج طبعا تاخد علاج طبيعي مكسف ست ساعات يوميا وهنحتاج هنشتغل على عضارات الاحساس وهنشتغل عضارات التبول لان هي بدأ يحصل احتباس وهنشتغل لو فيه صعوبة في البلع لازم نشتغل على عضارات البلع كمان ده اللي الناس مش عتلنا العربية طبيعي دي دور كبير في عضارات البلع هو برضو عضارات البلع يا دكتور ليها عالية عقب بسبب عضارات اللي جات لها في الموقع اه اثرت على عضارات البلع فهتام الكورس يعني هيبقى في حدود ستة من ستة للتمان ساعات برضو يعني هي بقى ترجع الحاجات دي يا دكتور هتشفى منها تماما انها لسه موصلتش بايه يعني هي لسه في مرحلة ضعف عضلات ما وصلتش بمرحلة ايه مش المضاعفات الكبيرة اللي احنا تتلمنا عنها فشار هي بقى ترجع جدا تبقى كويسة جدا بعده ان شاء الله هتشفى من الحاجات او الاعراض اللي هي حاسة بيها دي يا دكتور ان شاء الله باذن الله هو كل ما كان علاج في يعني غير حتى لو السن صغير بس الاصابة كانت بقى لها فترة طويلة ده ما يخليش لان السن الصغير طبعا الاجهزة ووظفتها ومازال ان هي بتبقى احسن مع تقدم السن السن الصغير طبعا بيبقى افضل معنا في النتائج الوزن الخفيف بيبقى افضل معنا في النتائج جرى ما يبقى وزن تقيل اه زيادة الوزن طبعا اللي بتبقى عليها دور يفرق معيه طبعا يفرق معيه في سرعة التوقيط عموان يا دكتور انت بدتي يعني نور امل وتفاؤل وخير لناس كتيرة جدا يا دكتور فقدوا الامل فترة واسنين طويلة جدا وسببت لهم ازمات نفسية واجتماعية وسببت لهم مضاعفات مشاكل كتيرة جدا وحضريك بديتتهم النهاردة نظرة امد كبيرة بشكرك وان شاءه بتمنى لك التوفيقه دكتور شرفتيني 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 مشاهدينا اتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة من حلقتنا استنونا بكرا يوم جديد وحلقة جديدة ولا اشترا